اشتركوا في القناة ياريت ما تنسوا تعملوا لايك وشير طبعا تبعين الديسلايك برضو ما تنسوش يعني حبيت اذكركم اللي بتابعني اللي اول مرة بتمنى انه اذا عجبك المحتوى انك انت تشترك بالقناة طبعا في عنا اسئلة قبل ما نبدأ بحلقة التوقعات في عنا سؤالين عشان انه نكون الكل يستفيد من هاي المعلومة طبعا بسألوا بقولك الزهرة ليش منتحسة الزهرة عادة لما بتكون موجودة بالدلو تحديدا ما بتكون طاقتها بالكامل يعني دوب سعادتها او السعودة تبعتها توصل ما بين خمسين في المية اربعين في المية ستين في المية فقط لا غير يعني ما بتصل لمية في المية والسبب انه هو بيت ضعيف بالنسبة لها او برج ضعيف بالنسبة لها فما بتكون طاقتها بالكامل فعشان هيك هي اول اشي دخولها على الدلو بضعف من طاقتها فما بتكون ايجابيتها بشكل كبير واثنين انها هي شكلت زوايا تربيع مع اورانوس وشكلت زوايا تربيع مع المريخ في مكوثها في الدلو فانتحست بزيادة يعني صارت منتحسة بنسبة وصلت لسبعين في المية اذا بتذكروا الآن الزهرة هي في اخر درجاتها يعني ما ظللها يوم تقريبا وبتنتقل وبتصير موجودة بالحوت فطاقتها بترتفع اكثر وبتصير ايجابية وخصوصا انها رح تشكل زوايا زوايا هاي رح تكون زوايا تزديس مع الكواكب اللي موجودة مثلا مع بلوتو رح تشكل مع اورانوس يعني في الها زوايا قوية صحيح انه في لحظات رح تشكل زوايا تربيع مع المريخ بالفترة القادمة ولكن المدة ما رح تكون مدة طويلة فهذا سبب نحوستها وهي موجودة في الدلو هذا واحد السؤال الثاني انه ايش يعني انه الزهرة منتأمة محترقة او المريخ محترق او القمر المحترق او اي كوكب من الكواكب وبنضاف جنبه كلمة محترق محترق مش مش دلالة على نحوسته يعني هي محترق ممكن انها تفقد من طاقته الايجابية بصير محترق لما هو ما بشكل زوايا مع اي كوكب خلص هو وحيد صفا يعني ما فيه لا تزديس ولا تربيع ولا اقتران ولا مقابلة ولا زوايا اخرى احنا طبعا ما نذكرهاش على اساس انه منشتتش الكل فلما بصير القمر او الكوكب هاد ما بشكل اي زوايا يسمى كوكب محترق يعني حتى لو كان بيت شرفه او هو بيت برجه بمعنى اخر وكانت طاقته من المفروض انها تكون بنسبة خمسين في المية ايجابي او سبعين في المية ايجابي او مية في المية ايجابي وهي موجودة فيها البيت هاد تلقائيا هو بفقد من طاقته ما يعادل النصف عن حسب البيت الموجود يعني اذا كان مية بنزل لخمسين مباشرة اذا كان خمسين بنزل لصفر بصير له هو ايجابي وله سلبي اذا كان صفر بنزل لسالب يعني بصير منتحس خمسين في المية فعشان هيك المحترق دائما حتى لما القمر بدخل في زوايا او في درجات بصير محترق مباشرة بصير منتحس فعشان هيك انا ما بحب انه انتو تتعلموا اللي هي اللغة اللي بنحكى فيها انه بيت شرفه وبيت وباله وبيت هاد ما هو ممكن يكون في بيت وباله ويشكل زوايا ايجابية الزوايا الايجابية تعمله سعيد في درجات معينة فعشان هيك مش دائما انه لما بكون في بيت وباله بكون منتحس فالزهرة كانت في بيت مثلا نحكي في بيت ضعيف لالها ولكن برضو هي عملت اشياء ايجابية او سوت زوايا ايجابية فعشان هيك ما بنصح اي حد يتعلق في موضوع انها في بيت وبالها افهمها تعلمها يعني لازم تتعلمها هاي الشغلة اوكي ولكن ما تأخذ فيها انه انت لما يكون في بيت هبوطها او في وبالها او محترقة معناته هي منتحسة وابدا مستحيل انها تكون ايجابية فهذا كلام غلط ما تعلقوا فيه نهائيا خلينا نروح على توقعاتنا اليومية بكفي سؤالين وان شاء الله انه في الايام الجاي كل يوم منصر نجاوب على اسئلة في بداية الحلقة لو خمس دقايق بس هيك على الاساس انه برضو ما هي بتكون برضو تعليمية للكم طبعا اليوم توقعتنا اليوم الاربعة اربعة وعشرين اتنين اربعة وعشرين شباط القمر موجود في منزلة الطرف وهي للمضرة والمشاكل ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة اربعة واثنين وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج طبعا كل الاوقات بتوقيت جرينيج صباحا من صباح يوم الثلاثاء ثلاثة وعشرين اتنين بعدين بدو ينتقل القمر من منزلة الطرف لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ولكن رغم انه هاي زاوية ايجابية يعني بدرجة او منزلة ايجابية الا انه القمر رح يكون منتحس بسبب انه دخوله على الاسد بشكل زوايا مقابلة وزوايا تربيع فعشان هيك بضعف القمر فبصير دخل في مراحل النحوسة وابتصل بنسبة عالية جدا اكثر من خمسين في المئة طبعا القمر في السرطان لغاية زي ما حكينا ساعات الظهر رح يضل تأثيره رح يكون على جميع الابراجم نشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا من ميل عمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن يذرف الدموع وهو بقلب صور تذكارية او البوم صور او ذكريات بجميع انواعها يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا بحيث اننا نشعر بحافظ الالتهام الكثير علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لان حساسيتهم بتكون في اوجهة بوسعنا شراء عقار وزراعة نبتة ماء او شجيرة والانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية هي زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين القمر والمريخ الزاوية هاي رح تستمر تقريبا لغاية ساعات العصر بعدين بتنتهي هاي رح تبدأ في تمام الساعة ثلاثة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر بعدها رح يصير في عنا زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة اربعة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا رح تبقى طول النهار هاي بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بصير في عنا فترة خلو المسار خلو المسار هذا سلبي بيبدأ في تمام ساعة اربعة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام ساعة اتناش واثنين وعشرين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيش هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه من قبل خلو المسار طبعا بس ينتهي خلو المسار ساعة اتناش واثنين وعشرين دقيقة بعد الظهر القمر بصير انتقل للأسد ومجرد دخوله للأسد في هاي الفترة بيكون الناس من حولنا اكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفين مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسهولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين النا طبعا بما ان القمر رح يصير موجود بالأسد معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة يوم ستة وعشرين اثنين بيبدأ في تمام الساعة 11.31 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 5.6 دقائق مساء لا ينتقل لبرج العدرة بالنسبة لعمر القمر القمر الاحدب 13 يوم في تمام الساعة 12.29 دقيقة بعد الظهر بيصبح 14 يوم نسبة الاضاءة 85% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة مزاجها سعيد بنسبة 70% القمر في السرطان وبدو ينتقل للأسد حتى يوم ستة وعشرين اثنين مزاجه في ساعات الصباح سعيد بعدين بيصير منتحس مع ساعات الظهيرة تصل نحوسته تدريجيا لا اكثر من ستين في المية مع اقتراب ساعة المغرب ولكن هو من ساعات الصباح بتبدأ نحوسته بالنسبة لعطارد في الدلو حتى يوم خمسة عشر ثلاثة القمر مازال العطارد مازال منتحس بنسبة عشرة في المية لانه اثار التراجع لسه موجودة الظهرة في الدلو حتى يوم خمسة وعشرين اثنين منتحسة بنسبة عشرة في المية رغم انها هي بتشكل زاوية تسديس الا انها في اخر درجاتها بتهيئ حالها للانتقال فعشان هيك بتكون منتحسة المريخ في الثورة حتى يوم اربع ثلاثة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عشر خمسة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية زحل في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشرة في المية اورانوس في الثورة حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمستاش في المية نبتون في الحوت حتى يوم خمسة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمستاش في المية بلوته في الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% اللي سألوا سبب انتحاس المشتري في الدلو ليش المشتري منتحس بنسبة 25% المشتري لأنه في بأول درجات لا إله يعني هو في العشرية الأولى فمشكل زوايا تربيع من أول ما دخل شكل زوايا تربيع مع أورانوس ومع المريخ فعشان هيك نزلت طاقته وأصبحت بنسبة متدنية من النحوسة ولكن الآن لأنه بلش يتحرر من أورانوس فعشان هيك نسبة النحوسة نزلت لـ 25% يبل ما ندخل على التوقعات اليومية طبعا أنا بقول اللي بنطبق على البرج وحكيناها أكثر من مرة البرج يعني صفاتك العامة والتأثيرات العامة والخارجية عليك كشخص يعني المحيط اللي حواليك بيأثر عليك بهاي الصورة ماشي؟ وعلى شكلك على مظهرك لبسك تعاملك طريقة تداولك مع الناس وطريقة تعامل الناس معك الطالع هو بحكي عن خصوصيتك عن نفسيتك عن الداخل تبعك فعشان هيك لما بقول أنا الحمل فأنت كبرج وأصحاب طالع الحمل طالع الصاعد شو مكان اسمه هو اسمه طالع ماشي؟ الآن أنت بتسمع برجك وبتسمع اللي طالعوا الحمل بسمع طالعوا الحمل بتقارن ما بين اثنين الآن لما بقول عشريات أنت إلك في برجك كعشريات ولكن كطالع بتسمعه ككل لأن أنا بقول بالنسبة للعشرية كذا والعشرية كذا والغالب على البرج كذا فأنت بتسمع برجك وبتسمع طالعك هيك جاوبنا على كمان سؤال خلينا نروع على التوقعات اليومية برج الحمل طبعا الطاقة اليوم بما أنه القمر رح يظل موجود لغاية ساعات الظهيرة منحس أو خلينا نقول العصر لأنه هي بتيجي الانتقال أو بنتهي خلو المسار هو بين الظهر وبين العصر وأقرب لساعات العصر فخلينا نحكي ساعات العصر فبما أنه في ساعات العصر بده ينتقل فالفترة الأولى هو ضاغط عليك عصبي متوتر قلق من بعض المسائل مش كل الأمور ماشي مثل ما بدك بتحس أنه شوي الأمور بتعاكسك ولكن من ساعات العصر بتبدأ الأمور تتغير بشكل إيجابي حيوي وحضوض دعم لإلك بشكل كبير بالنسبة للبيت الثاني الأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالمال فالأجواء إيجابية بتدعمك بقوة خصوصا فترة الصباح من الآن لغاية فترة الصباح أو الظاهرة في بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات وممكن بعض المفاجآت اللي تصير خلال هذا اليوم معك أو إشي يفاجأك في مسألة معينة من ساعات ما بعد الظهر حاول أنك تقلل من مصريفة قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالتنقلات بيكون عندك عصبية حدية شوي بتكون صارم بكلامك أو حاد بطباعك ممكن مندفع أو متهور أثناء القيادة بتكون بدك تدير بالك في ساعات الظاهرة وما بعد الظاهرة للعصر بتصير الأجواء إيجابية سرعة البديهة بتطغى وبصير في عندك قدرة على التواصل والإقناع وبرضو ممكن تروج لأي شيء بسهولة أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر بما أنه موجود في البيت الرابع لغاية ساعات العصر فبتنهمكوا في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهمش أنك ما تحاول فرض وجهة نظرك على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم خصص فترة لا بأس بها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الأجواء بتكون ضاغطة بالمسؤوليات الكبيرة ممكن تكون على موعد بارتباط مهم ما بجوز الفشل في هاي الفترة وممكن يكون في بعض المصاريف المنزلية في ساعات العصر طبعا القمر بصير موجود في البيت الخامس بتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم وبتعيش لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا ممكن شوية تكون فيها إيجابية وتقدر تنجز أعمالك أو تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة في فترة الصباح ولكن في فترة العصر بدك تنتبه لأعمالك وبدك تنتبه لصحتك برضو بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السابع الأجواء تقريبا مع ساعات العصر يعني الأجواء تقريبا ضاغطة هي في فترة الصباح ممكن سوء تفاهم أو خلاف أو نقاش ولكن مع ساعات العصر ممكن يكون فيه مصالحة وفيه تقارب وممكن أنك تعالج مسائل كانت ضاغطة عليك بالفترة الماضية أي الأيام الماضية بالنسبة للبيت الثامن طبعا الأجواء هنا طويلة النهار إيجابية ممكن تحقق بعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية بشكل كبير وفيه منك رح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالدفعات أو البنوك أو ينشط ببعض الأمور المالية وخصوصا الأموال المشتركة في ساعة المساء بدك يدير بالك من المصاريف لزيادة أو التهور في بعض المسائل المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الأجواء بتكون مش بالقوة الكاملة بالنسبة للبيت التاسع في ساعات الصباح صحيح أنه في بعض الأشخاص ممكن يكون عندهم سفر أو اتصالات بعيدة أو امتحانات أو ممكن يكون عندهم بعض المراسلات ولكن الأجواء ما بتكون بالسهولة المطلقة فبيكون في بعض الصعوبة ممكن تمضي معهم أمورهم بصعوبة شوي ممكن نسيان ممكن يتأجل موعد ممكن يتأخر بريد أو هاي الأمور ولكن مع ساعات المساء الأجواء بتصير إيجابية وبتدعمك بقوة بشكل كبير أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا الأجواء على مستوى بيت السمعة منقدر نحكي أنه الأجواء إيجابية طولة النهار رح تكون فيها نوع من نوع الإيجابية ممكن أنك أنت تعزز من علاقتك ما بينك وبين زملائك بينك وبين رؤسائك بالعمل ممكن أنك تستغل بعض المعارف لا أمر معين أو إنجاز أمور معينة أو يكون واسطة لإلك أو ممكن أنه يكون في مقابلات أو مؤتمرات برضو تستفيد من خلالها أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا هنا الأجواء ضاغطة بالنسبة لبيت الأصدقاء الفترة هاي يعني بتكون تحذروا من خدلان أو الخدلان من بعض الأصدقاء أو المعارف ممكن أنه تكتشفوا خيبات أمل من الأصدقاء أو تنزعجوا من تصرفات بعض الأصدقاء أو ممكن أنه من خلال مناسبات اجتماعية تتذير من تصرفات شخص أو أنثى معينة فهذا الإشي يسبب لك نوع من أنواع الإرباك أهم مش أنك تضبط أعصابك لأنه ممكن تحمل لك خسارة يعني تخسر صديق بالفترة هاي بشكل يعني حد أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا الأجواء إيجابية بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين بعض الأشخاص ممكن بكونوا على فراش العلاج أو بكونوا في مستشفيات أو ممكن أنت تهتم ببعض الأدوية والعلاجات وأخذ أمور علاجية بالنسبة لإلك حاول أن قدر الإمكان تأخذ قصة من الراحة تنتبه لغذائك تنتبه لأدويتك إن شعرت بشيء غير اعتيادي طبعا بدك تراجع الطبيب برج الثور طبعا الأجواء اليوم فيها إيجابية عالية جدا ولكن بدي أجيب على سؤال لموليد برج الثور تحديدا في كثير من موليد برج الثور بقولك إحنا مضغوطين للفترة هاي رغم أنك بتقول إيجابيات ولكن نشعر ببعض الضغط والنفسية بتتقلب بسرعة وفي حدية الأمور مش ماشية معنا أو يعني في نوع من أنواع السلبية موجودة عندهم إيش السبب؟ السبب أنه من مجرد ما الشمس دخلت على الحوت صحيح يا زاوية التزديس مع الثور وهو بيت مناسب لبرج الثور إلا أنه ضغط الطاقة السلبية لدخول الشمس على هذا البيت دائما بضعف برج الثور والسبب أنه بيقترب يهعد على بيت المتاعب يعني بهيئة لفترة قادمة ضغطة فبتتهيئ نفسيا وجسديا لهذه الضغوط ما بتيجي فجأة فهي من الفترة هاي إذا بتستغلها اجتماعيا وبتطلع وبتشوف الناس وبتختلط بالناس فهي الفترة إيجابية جدا بالنسبة لإلك وممكن أنك أنت تطلع من ضيق ولكن إذا اعتزلت نفسك وقعدت في مكان وحاولت تبعد عن الناس اعرف أنه يعني المتاعب رح تستمر معك لغاية عيد ميلادك هاي أنا هذا اللي قصده من الموضوع أو جوابي على الموضوع طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم الأجواء إيجابية دعملة إلك اليوم رح تشعر بنشاط حيوية كبيرة تقريبا أكثر من يوم أمس برضو في نفس اللحظة رح تحس بارتياح كبير وقدرة على الإقناع والمناقشة ولكن في لحظات بتكون حد الطباع أو مزاجك متقلب في ساعات المساء الأجواء رح تتركز على عنصر البيت أو المنزل أو الأمور العائلية بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء على المستوى المالي ضاغطة عندك مصاريف أو بتهتم ببعض المسائل المالية بشكل كبير أو بتحاول أنك تحصل بعض الأموال ممكن في ساعات المساء أنه تكون النتائج واضحة أو فيها وضوح أكثر أو تحصل الأمور اللي أنت اشتغلت عليها باليومين الماضين أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا بتنشطوا في أمور الهلاقة بالسفر والاتصالات وبتحاولوا تكونوا أكثر صبر على الطرقات الفترة هاي مناسبة لاجتياز امتحان بتتمتع بطاقة فكرية وجسدية كبيرة دافع عن مبادئك ولكن بليوني ودبلوماسية انتبه لكلامك وحاول أنك تحفظ خطر الرجعة أو خطر العودة ممكن تتمم الفترة هاي لقاء أو اجتماع لعمل مفيد وممكن تتخذ خلالها بعض القرارات المهمة طبعا من ساعة العصر القمر رح ينتقل ويصير في البيت الرابع لإلكم وبما أنه دخل على البيت الرابع معناته التركيز رح يصير على البيت على العائلة بشكل كبير فحاول قدر الإمكان أنك اليوم تعيد تنظيم أمورك البيتية والعائلية وبرضو ممكن يطرق عطل منزلي أو حدث عائلي يلفت انتباهك أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الأجواء هنا بتركز على العاطفي أكثر الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية عندك الحضوضة بتلعب دور كبير عندك ممكن أنه شوي مش ماشي الأمور مثل ما بدك بالناحية العاطفية ولكن إجمالا هي بأمان يعني ما في أي ضغط سلبي على العاطفة ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بلقاء الأحبة أو تقارب مع الأحبة ولكن دك تحذر في ساعات المساء من حديث الطباع أو ممكن تقلب المزاج اللي ممكن يسبب خلاف ما بينك وما بين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالعمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وكلما اقتربنا لساعات المساء بتصير الفرصة أكبر لإنجاز الأعمال أو إتمامها وحاول أنك تهتم بصحتك لأن الفترة هايلانها متقلبة فبصير بعض الأثار الصحية بالنسبة للبيت السابع الأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الأفكار أو الحيرة في عمر الشريك بالفترة هاي ممكن حملة نقاش أو حوار ولكن إجمالا الأجواء مستتبع وأنت في نفس اللحظة قدر تسيطر على الأمور بشكل كبير وبتحملك هاي نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين شريك المال أو العاطفي أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الأجواء بتظل ضاغطها على مستوى العموال المشتركة طيلة النهار لغاية ساعات المساء من ساعات المساء أو من ساعات العصر الأجواء بتصير إيجابية وبتدعمك بقوة وممكن تحقق بعض المكاسب المالية أو تنجز بعض الملفات اللي كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالسفر أو الامتحانات الجامعية أو المقابلات ولكن أنه بتنشط بالاتصالات بشكل كبير لغاية ساعات المساء بعدين بصير فيه نوع من أنواع أنك كأنك بتحاول أنك تأخذ راحة حاول أنك يعني ما تدخل بخلاء نقاشات أو حوارات حادي مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب عنك أما بالنسبة لبيتك العاشر فطبعا بيت السمعة هنا ضاغط بشكل كبير فهم نقول لك حاول أنك أنت ما تخال في القوانين ما تجازف ما تغامر ما تدخل بأشياء مشبوهة حاول ما تتهور في بعض المسائل خلي علاقتك بالمسؤولين جيد جدا ابتعد عن أي شيء ممكن يشوه سمعتك بالفترة هاي أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي على مستوى العلاقات الاجتماعية وبتعملك تقارب جيد ما بينك وبين الأصدقاء أو ما بينك وبين المعارف وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وتسعد بلقاء الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء روتينية تقريبا ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالعكس للأجواء يعني ممكن أنها تكون ضاغطة عليك شوي من ناحية نفسية ولكن مع ساعات المساء الأجواء بصير إيجابية ممكن تخلق على صحة أحد الأحبة أو تقوم بزيارة أحد المرضى أو تهتم بأشياء لها علاقة بالأدوية أو بالعلاجات برج الجوزة طبعا اليوم النفسية برضو أحسن من الأيام الماضي صحيح أنه في بعض الذكريات اللي بتراودك أو الأفكار في بعض التوترات ولكن إجمالا في نوع من أنواع الاستقرار عندك وكل ما اقتربنا لساعات المساء أكثر كل ما شعر بطاقة أكبر بتسيطر عليك أو تمنحك لا أنك أنت تتجاوز أشياء كان صعب أنك تتجاوزها بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا القمر موجود طيلة النهار لغاية ساعات العصر من الآن لساعات العصر فثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية أهم شيء تخففه من النفقات بتميل للتفاوض والمساومة وبتنشط بالرحلات والاتصالات وممكن أنك تتجرأ في النقاش أكثر ولكن حاول أنك ما تكون حد الطباع فترة مناسبة لبحث مواضيع مهمة ولتقديم الامتحانات وللمطالبة بحقك يعني حاول أنك تمارس صلاحياتك ولكن بدون ما تتحكم بالأشخاص أو تفرض رأيك على اللي حواليك في ساعات العصر بتنشطوا في أمور إلا علاقة بالسفر والاتصالات بدكم تكونوا أكثر وعي على الطرقات وخاصة لأن القمر بدون ينتقل ويصير في الأسد اللي هو بيتكم الثالث فعشان هيك بيصير في قدرة للحوار والنقاش أكثر وقدرة على الإقناع أكثر ولكن العصبية ممكن تكون مسيطرة أو فرض الرأي بيكون مسيطرة أكثر عليكم فحاولوا قدر الإمكان أنكم ما تلجأوا لهذا الأسلوب بالنسبة للبيت الرابع الأجواء طبعا هنا بتركز على مسائل اللي لها علاقة بالبيت الأجواء إيجابية من الآن لغاية ساعات العصر بتخلي فيه نوع من أنواع الاهتمام على البيت على العائلة على اهتمامات تصليحات ترميمات أو مشتريات بيتية في ساعات المساء بتزيد الضغوط ممكن يصير فيه خلاف أو خبر أو يعني تنشغل بملف عائلي بالنسبة للبيت الخامس طبعا الأجواء ضاغطة شوي بتسبب لك نوع من أنواع التوتر على مستوى الأحبة أو تعاملك مع الأحبة أو تعامل الأحبة معك ممكن شوي هذا الإشي يسبب لك نوع من أنواع الإيرباك ولكن من ساعات العصر الأجواء بتصير إيجابية وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الأحبة وممكن تهتم بمسألة بتتعلق في أحد الأحبة أو أحد الأبناء بالنسبة للبيت السادس الأجواء هنا بتركز على مسائل العمل الأجواء من الآن لغاية ساعات العصر إيجابية على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يهتم ببعض الشؤون الصحية في ساعات المساء راقبوا وضعكم الصحي ممكن شوي تتوتر صحيا أو أنه يصير قلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالاتصالات ما بينك وبين الشريك الأجواء ضاغطة ممكن كانت حاملة سوء تفاهم أو ذكرى أو خلاف أو نقاش أو حوار بتعلق فيك أو في الشريك أو في الزوج في ساعات المساء بتحمل مصالحة أو تراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة بتفتح لك مجالات جيدة وممكن أنك تحقق من خلالها مكاسب أو دعم معين أو تحل بعض المسائل المالية أهم شيء أنك ما تجازف بأموالك أو تغامر بمشاريع بدون دراستها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا بنقول لك دير بالك إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أو عندك أي شيء بتعلق في أمور البيت التاسع زي سفر، امتحان، نقاش، أوراق قانونية، معاملات ممكن ما تمشي معك بسهولة ممكن شوي يكون فيها صعوبة بتحتاج لتكرار المحاولة أكثر من مرة في ساعات المساء ممكن تجد بعض الحلول لهاي المسائل أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا بتركز على بيت السمعة الأجواء جيدة وبتدعمك حتى لتقديم طلبات التوظيف أو العمل أو لتعزيز العلاقة ما بينك وبين رؤسائك بالعمل أو ما بينك وبين أحد المسؤولين أو واسطة معينة ممكن لمساعدتك في موضوع معين ممكن دعم أحد الزملاء لإلك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها ضاغطة بتحمل نوع من أنواع سوء التفاهم أو الخلاف ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو ممكن إنه تنزعج من تقاعص أحد الأصدقاء بتلجأ له في شيء فبيخذو لك فعشان هيك ممكن الفترة هي تكون ضاغطة في ساعة المساء ممكن تنحل الأمور ويصير في نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا الأجواء هنا متقلبة خلال هذا اليوم في نوع من أنواع المفاجآت ممكن تكون موضوع صحي أو موضوع بالعمل أو موضوع بتعلق بصحة أحد الأحبة برضو بدك أنت ما تهمل صحتك حاول أنك يتراقب أغريتك وأدويتك وحاول أنك يعني شوي ما تقصر بحق نفسك برج السرطان طبعا القمر موجود عندكم فأنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لا تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن تحقق انتصار أو تظهر مزايا رائعة تلفت أنظار الجميع لإلك فترة إيجابية حاول أنك تستغلها طبعا القمر بيصلط الضوء على دعم الخارجي وربما الاهتمامات مالية وقروض وديون الفترة هاي برضو ممكن أنها تفتح صفحة أو قرار جديد مع ساعات العصر القمر رح ينتقل للبيت الثاني لإلك فعشان هيك بتتركز الأجواء بشكل أكبر على أمور إلها علاقة بالمال فبتهتموا في ضبط ميزانيتكم حاولوا أنك تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الصرقة والضياع أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالاتصالات النقاشات الحوارات التنقلات السيارات الإلكترونيات الهواتف الأجواء إيجابية تعطيك طاقة كبيرة وقدرة على الإقناع ولكن بدك تحذر مع ساعات العصر بيصير حاد الطباع بتحاول تفرز سيطرتك أو سلطتك على أشخاص تدير بالك من هذه النقطة برضو بتكون حاد ولاذع بطباعك ومتقلب بالمزاج بشكل كبير فبدك تدير بالك برضو من هذه النقطة بالنسبة للبيت الرابع طبعا الأجواء هنا بتركز على البيت بشكل كبير في نوع من أنواع الخلافات أو النقاشات أو بتتراكم عندك بعض الأعمال أو ما بتقدر تنجزها بالكامل حاول أنك تنظمها وحاول ما تتقاعص عن أداء وجبك العائلي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء هنا بتركز على الأمور العاطفية الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة وممكن أنت اليوم تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأحبة فممكن تهتم بالحبيب أو لقاء الأحبيب أو موضوع غرامي معين أو حتى أنك أنت تهتم بأحد الأحبة بشكل كبير الأجواء إيجابية ولكن دك تحذر من ساعات المساء من خلاف أو سوء تفاهم أو مشاحنة طفيفة بتكون بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا ضاغطة على مستوى العمل بظل في نوع من أنواع الإرباك أو قلق أو أنه ممكن أعمال كثيرة وما بتقدر تنجزها بالكامل حاول ترتبها بشكل جيد على أساس أنه أنت تتممها في ساعة المساء ممكن تجد حلول لبعض هاي المسائل وتحلها أو يجي أشخاص يساعدوك في حلها بالنسبة للبيت السابع طبعا الأجواء على مستوى بيت الشراكة شوي متقلبة فعشان هي هي إيجابية بالتحديد وممكن أن يكون في حلول أو تقارب جيد ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم شريك العاطفة شريك المال ممكن التقارب هذا يكون إيجابي ممكن أنك تعلجوا مسألة معينة أو تتفقوا على حل مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة ضاغطة وبتسبب لك نوع من أنواع العبئ أو القلق وممكن ما تقدر تنجزها بالكامل أو تجد نوع من أنواع لإرباك في حل بعض المسائل المالية المشتركة أو مسألة أو نوع من أنواع الاستفزاز في ساعات المساء الأجواء بتصير إيجابية فممكن تجد بعض الحلول لإلها أو تعالجها بشكل جيد حاول أنك ترتبها وتكون الأمور لصالحك وخصوصا لو أجلت لساعات المساء بيكون أفضل بالنسبة للبيت التاسع طبعا الأجواء إيجابية على مستوى السفر والتنقلات والاتصالات والحوارات والامتحانات والنقاشات وكل الأمور اللي بتتعلق في البيت التاسع إيجابية لغاية ساعات العصر ولكن من بعد ساعات العصر ممكن شوي قل نسبة دعم الحظ فحاول قدر الإمكان إنجازها من الآن لغاية ساعات العصر أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة إلا أجواء ضاغطة فبنقول لك لا تجازف لا تغامر لا تخال في القوانين حاول ما تكون حاد ما تدخل بخلافات ما بينك وبين رؤسائك أو زملائك بالعمل حاول تضبط عصابك قد ما بتقدر على أساس إنه يعني شوي ما تشوي سمعتك بالنسبة لبيتك 11 بيحملك بعض المفاجآت مفاجآة بتتعلق بأحد الأصدقاء أو بأحد المعارف أو لقاء مفاجئ أو دعوة مفاجئة حاول قدر الإمكان إنك أنت تستقبلها بصدر رحب لأنه ممكن هي تكون إيجابية أو سلبية وفي نفس اللحظة ممكن اليوم تنشط بمناسبات اجتماعية كبيرة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا بتركز على يعني ضغط كامل عليك فعشان هيك برضو ما زالت الأجواء متوترة من ناحية صحية ومن ناحية نفسية ممكن تقلق على صحة أحد الأحبة في ساعة المساء الأجواء بتصير إيجابية أكثر وبتستقر أمورك وبتصير أوضح برج الأسد طبعا رح نحكي عن بيت المتاعب وعن البيت الأول بما أنه القمر موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات العصر فبظل التعب مسيطر عليكم لليوم الثاني على التوالي حاول أنكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة بتكون مرهق وقليل الحماسة ممكن أنك اليوم تنتظر جواب بقولك ما تنتظر جواب لأنه ظروف فارغة ممكن تهدأ الأجواء وتخف وطيرتك حتى الركود لا تستعج الأمر عشان ما تخيب أمالك حاذر من تراجع صحي مع اقتراب ساعات العصر تقريبا تمتلقوا نشاط وحيوية لأن القمر بصير عندكم بتقلب بعض الخيارات والتوجهات لوضع بناسبك أو بناسب وضعك الحالي بتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لمصلحتك بشكل أوضح أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقها بالأموال فممكن أن اليوم تحقق بعض المكاسب المالية أو دعم أو هبات أو ممكن على شكل هدايا الأجواء بتدعمك بشكل كبير حاول أنك تستغلها وتنظمها بشكل جيد لمصلحتك ولكن ابتعد عن المجازفات المالية وحاول أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالاتصالات والتنقلات والحوارات أنت حاد الطباع ممكن أبسط الأمور أنها تستفزك أو تخليك حساس متقلب فدير بالك من هذه الوضعية لأنها مش لمصلحتك يعني بتتقلب بمزاجك بسرعة بحاد الطباع ممكن تتخذ قرارات وانت في وضعية يعني ما رح تكون لصالحة في ساعات المساء الأجواء بتصير إيجابية بتنشطوا بالتنقلات والاتصالات والنقاشات اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت شوي جيدة بتعمل نوع من أنواع اللقاءات أو التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن يكون عندك مناسبة أو اجتماع أو لمة مثلا أو يعني تكاثف أفراد العائلة أو مسألة عائلية طارئة بتكون أنت بتحاول تهتم فيها بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء مشحونة شوي بتحقق بعض سوء التفاهم أو النقاشات والحوارات أو الحساسية أو مثلا قلق على صحة الحبيب الأجواء إجمالا فيها نوع من أنواع الضغط مع ساعات العصر تقريبا بتصير الأجواء إيجابية ممكن تجد بعض الحلول أو تحمل لك بعض التقارب الجيد ما بينك وبين الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على العمل أجواء إيجابية بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يبادر بعض الزملاء بمساعدتك بإنجاز عمل ما العمل المشترك جيد جدا وبرضو الاهتمامات على المستوى الصحي ممكن تهتم ببعض الأوراق أو المعاملات أو العلاجات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ضاغطة على مستوى بيت الشراكة فعشان هيك بتسبب خلاف أو نقاش أو حوار أو إنزعاج أثناء تعاملك مع الشريك فعشان هيك بدك تحذر من هاي النقطة ما تفاقم الأمور وما تكبرها ما تحاول أنك تحتد ما تحاول أنك تصاعد الأمور بشكل سلبي عشان ما يكبر الخلاف بشكل كبير يعني ضبط الأعصاب مطلوب ساعة المساء بصير جيد للمصالحة وتراجع عن قرارات سابقة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة جيدة وبتدعمك بقوة ممكن تعززوا من طاقتكم اليوم وتنجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة وبتحمل لك تقارب جيد ما بينك وبين شركاء المال أو الأموال المشتركة وممكن تحقق بعض المكاسب أو تهتم ببعض الدعم اللي بيجي عادة يا من بنك يا من ضريبة يا من تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فاللي عنده امتحان أو عنده مقابلة أو عنده مناقشة أو عنده تنقلات سفريات على الطرق المفتوحة بتكو تنتبهوا اليوم يعني على كل ما ذكرنا يعني ما تخلي الحظ أنه تقول الحظ بدعمني الحظ ما رح يدعمك اليوم في هاي المسألة إلا في ساعات العصر فمن الآن لغاية ساعات العصر بدك تجتهد تدرس تستعد تتمم أوراقك تتفقد كل مقتنياتك شوي تركيزك مشتت فبدك شوي هيك نوع من أنواع التركيز على أساس أنك تحقق إنجازات جيدة اللي عنده أوراق قانونية أو معاملات بده يكرر المحاولة أكثر من مرة اللي عنده قضايا قضائية بده يكون جاهز ومستعد إنه اليوم ما يكون لصالحه فإذا أجل القضية بيكون أفضل أما بالنسبة للبيت العاشر فبيحمل نوع من أنواع المفاجآت إما عمل مفاجئ أو اتصال من شخصية كبيرة لإلك أو ممكن سوء تفاهم ما بينك وبين شخصية كبيرة حاول تضبط عصابك قدر الإمكان اليوم ما تغامر ما تجازف ما تشوه سمعتك ممكن اليوم تهتم بأمور إلها علاقة برئيسك بالعمل أو خلاف أو مسائلة على وضع معين أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا شوي بتسبب نوع من أنواع برضو الضغط على مستوى علاقتك بالأصدقاء ممكن اليوم تتهرب من لقاء أو حوار أو يعني من كثافة الأمور اللي ممكن تصير حواليك ممكن أنك أنت ما تعطي الاهتمام الكامل للأشخاص اللي المقربين لا إلك ممكن علاقات اجتماعية وزيارات أشياء مثل هيك تيجي بكثافة فتوترك حاول قدر الإمكان أنك أنت تضبط عصابك وحاول أنك ما تفرض رأيك على المقربين لا إلك برج العذرة طبعا الأجواء إيجابية لغاية ساعات العصر بظل في نوع من أنواع الطاقة الإيجابية لإلكم سرعة البديهة موجودة ولكن كلما اقتربنا لساعات الظهرة أكثر كلما وجدت نطاختك صارت تنزل شوي بدك تنتبه على الصحة بدك تنتبه على ردات فعلك بدك تنتبه على الأعطال اللي ممكن أنها تطالك هذا اليوم وخصوصا مع انتقال الشمس لبيت المتاعب الأمور ما رح تكون بالشكل اللي أنت بترغبه أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على مسائل لها علاقة بالأموال الأجواء ضاغطة وبتسبب لك نوع من أنواع التوتر فعشان هيك يحاول قدر الإمكان ما تجازف وما تغامر وما تخوض بأي مسائل مالية خلال هذا اليوم ممكن في ساعات المساء يعني ينفتح لك مجال لبعض الأمور المالية ولكن انتبه على أموالك من الصرقة والضياع وامتنع عن المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة اليوم على مستوى النقاش والحوار والتنقلات والامتحانات لغاية ساعات العصر من ساعات العصر الأجواء بتصير فارغة من الحظ حاول قدر الإمكان أنك تنتبه أثناء قيادة السيارة انتبه على أجهزتك على موبايلك على جوالك على سيارتك على أي شيء بتتعلق بالبيت الثالث حتى بعلاقتك مع الإخوة والجيران حاول تضبط أعصابك لأنه برضو بتفتح مجالات فيها نوع من أنواع الصعوبة كل ما اقتربنا لساعات العصر أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء هنا بتركز على مسائل لها علاقة بالبيت متوتر أو قلق أو في نوع من أنواع الضغوط أو خلافات أو اجتهادات أو ممكن أعطال الهلاقة بالعقار أو بالسكن بالأجهزة الإلكترونية ممكن أشياء من هذا القبيل أو مسألة عائلية محيريتك مع ساعات العصر بتبلش تجد حلول لهاي الأمور وممكن تهتم فيها بشكل إيجابي وتجد حل قاطع لهاي الأمور حاول أنك تضبط أعصابك بدون ما تتحكم أو تفرض رأيك بصرامة على أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء هنا جيدة من الآن لغاية ساعات العصر بتدعمك على المستوى العاطفي وتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الأحبة ممكن تحمل لك لقاء أو تعاطف أو إشيء عاطفي زيادة بالفترة هاي ولكن ما تبالغ بالحضوظ بشكل كبير ممكن تحمل قلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على العمل في ضغط على العمل أو توتر أو عدم القدرة على إنجاز كل الأشياء المهمة اللي إلها علاقة بالعمل ممكن برضو على المستوى الصحي في عندك نوع من أنواع لإرباك بصحتك أو صحة أحد الأحبة نظمها مع ساعات المساء تقريبا الأجواء أو العصر بتصير الأجواء إيجابية ممكن تجد لها بعض الحلول أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي جيد جدا بتقارب ما بينك وبين الشركاء ممكن تجد بعض الحلول أو إنك تخطو خطوة باتجاه ارتباط أو تدعيم العلاقة أو رفع العلاقة من درجة لدرجة أعلى للأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت الثامن فهو فارغ من الطاقة ما تغامر على المستوى المالي ولا بأموال الشركاء وحاول إنك تنتبه على أموالك من السرقة أو ضياع أو من بعض المحتالين يعني بدك تنظم أمورك المالية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فبيحمل لك مفاجآت إما سفر مفاجئ أو اتصال من الخارج مفاجئ أو حدث أو تطور شيء لافت للانتباه بيصير بشكل مفاجئ على مستوى الاتصالات البعيدة أو علاقتك بالأجانب أو الامتحانات أو إشيء العلاقة بالقضايا يعني البيت التاسع ككل هو بيحمل مفاجآت خلال هذا اليوم يا إيجابية يا سلبية على حسب وضعك الاجتماعي وعلى حسب الأمور اللي أنت بتتعامل فيها أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف الأجواء هنا تقريبا ضاغطة على مستوى بيت السمعة فمن قلك لا تجازف ولا تغامر لا تشوه سمعتك ما تخوض بأشياء ممكن إنها تكون سلبية عليك أو في نفس اللحظة بدون مخالفة قوانين ولا بصدامات ومواجهات بينك وبين رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالقمر طبعا موجود في بيتك 11 فتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أهمية شنكو تتجنبوا انتقاد أحدهم بتحملك هاي الفترة فرصة مناسبة لحشد التأييد والدعم هاي الفترة مناسبة لطلب الاستشارة أو تأييد أحدهم أنت بتملك القدرة على التواصل بالناء ومن الضروري حجد الدعم حاليا حاول أنك تلعب دور بالناء طيلة النهار في ساعات العصر طبعا القمر رح ينتقل وحكينا رح يصير في بيت المتاعب فممكن تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لا أتوقع على عقد ولا تحسم عمر فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ لأنه القمر رح يكون في بيت المتاعب وبرضو دخوله رح يكون منتحس فعشان هيك ممكن برضو تحمل قلق على صحة أحد الأحبة برج الميزان طبعا القمر رح يكون موجود في بيتك العاشر وبدو ينتقل لبيتك 11 فعشان هيك يعني بتظل الأجواء ضاغطة شوي وموتريتك بالفترة هاي يعني خلال من الآن لساعات العصر بظل لنفس الأيام الماضية على حسب طبيعتك وعلى حسب عملك وعلى حسب حياتك بتتحكم فيك الفترة هاي يعني كنوع من أنواع الضغوط أو هيك التقلب بالمزاج من ساعات المساء الأجواء بتصير إيجابية أكثر بتلاقي حالك مع ساعات العصر انشحنت بطاقة إيجابية وصارت الأمور أحسن بالنسبة لإلك وعندك رغبة للتحرك أما بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء على المستوى المالي جيدة يعني ممكن تحقق بعض الأرباح أو الاهتمامات المالية ممكن تستثمر الوقت بشكل جيد ماليا وبرضو في نفس اللحظة ممكن تحصل على هدية أو تحصل على بعض الدفعات أو ترتب وضع مالي بالنسبة لإلك حاول إنك تضبط مزانيتك برضو ما تندفع وتتهور بالمصاريف في ساعات المساء ممكن تظهر بعض المصاريف الاضطرارية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني بيكون في نوع من أنواع الحدية أو العصبية عندك أو تقلب بالمزاج ممكن توجه بعض الكلام اللاذع أو الجارح للأشخاص اللي حواليك بدك تضبط أعصابك إلا إذا عندك امتحان أو مقابلة أو تنقلات بدك تكون حذر ما تعتمد على الحدود في ساعات المساء الأجواء بصير إيجابية وبتدعمك بشكل أقوى وبتكون لمصلحتك بكل ما ذكرنا أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتركز على البيت الأجواء تحمل إيجابية عالية من الآن لغاية ساعات العصر بتعمل توافق جيد ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن يكون عندك اهتمامات أو أعمال منزلية أو بعض الإنجازات اللي بتحاول أنت تنجزها لإلها علاقة بالمنزل يعني ممكن أنه يكون في بعض الاهتمامات العائلية ولكن برضو من ساعات العصر أضبط عصابك لأنه القمر رح يصير منتحس فعشان هيك ممكن أنه يسبب لك خلاف أو سوء تفاهم أو تنزعج بسبب تصرف أحد أفراد العائلة بالنسبة للبيت الخامس طبعا على المستوى العاطفي لاحظت في اليومين الماضيات شوي كانت فيه هيك مشحوم بطاقة سلبية حساس الزيادة عن اللزوم ممكن صار فيه خلاف أو قلق على أحد الأحبة بتلاقي أنه فيه نوع من أنواع الضغط كان موجود الكلمات شوي هيك بتكون موتريتك فمن ساعات العصر اليوم الأجواء بتصير إيجابية أكثر وبرضو بتحمل تقارب جيد ما بينك وبين أحبائك بشكل كبير بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة على مستوى العمل بضل الوضع على ما هو عليه ممكن تنجز بعض الأعمال وممكن يكون لك بعض الاهتمامات أو زملائك يدعموك أو بعض الأشخاص يعملوا نيابة عنك بعض الأمور يعني الأجواء على مستوى العمل جيدة وبرضو على مستوى الصحة تقريبا بيكون لك بعض الاهتمامات ممكن صحة أحد الأحبة يكون بدها مراقبة أو تهتم فيها في ساعة المساء بالنسبة للبيت السابع الأجواء على مستوى بيت الشراكي طبعا برضو نفس الشيء هي كانت مقلقة في اليومين الماضيات مع ساعات العصر تقريبا الأجواء بتصير إيجابية بتحملك نوع من أنواع المصالحة أو التقارب ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين الشريك ممكن أنك تحل مشكلة كانت في الأيام الماضية صعب أنك تحلها اليوم ممكن أنك تتعاون مع الشريك لحلها بالنسبة للبيت الثامن الأجواء متقلبة حاملة لأشياء مفاجئة على المستوى المالي ممكن تيجي بشكل مفاجئ كمصريف أو دفعات أو التزامات أو مصريف علاجية استشفائية حاول قدر الإمكان أنك تضبط ميزانيتك وانتبه على أموالك من السرقة والضياع وحاول أنك ما تغامر في الأمور المالية بدون استشارة أهل الإختصاص أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا كل ما اقتربنا لساعات المساء كل ما صارت أفضل يعني إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أو سفر أو أي شيء له علاقة في البيت التاسع طبعا بدك تكون حذر قبل ساعات العصر من ساعات العصر الأجواء بتصير إيجابية وبتدعمك بقوة وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين أشخاص أو حتى بتعزز من قدرتك على النقاش والحوار أكثر أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا القمر بما أنه موجود في البيت العاشر لغاية ساعة العصر من الآن للعصر فبتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبال جدارتكم والدفع بمصالحكم هذا اليوم مناسب للي بيبحث عن عمل ممكن يحمل لك هذا اليوم مسألة شخصية بتسبب لك نوع من أنواع القلق أو عبئ بيتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أهم شيء أنك ما تجازف باستقرارك ومعنوياتك أو الاستقرار المعنوي أو الاستقرار الشخصي أهم شيء أنك تهدئ من روعك حاول أنك تنطلق يعني بدون ما أنك أنت تكون متوتر الزيادة عن اللزوم وما تكبر الخلافات من ساعات العصر القمر رح ينتقل لبيتك 11 فرح تنشطوا بين الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسب سعيدة أو يسعد بلقاء الأصدقاء أو تعاون بعض الأصدقاء معه أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا بتقولك يعني إيجابية لغاية ساعات العصر ممكن زي ما حكينا الاهتمام يكون بصحة أحد الأحبة أو تشعر بنوع من أنواع الإرباك أهم شيء أنك تحافظ على راحتك وتحافظ على غذائك تحافظ على معنوياتك وتنجز الأمور المهمة والضرورية وما تخلي أعمالك تتراكم عليك برج العقرب طبعاً بتظل الأجواء دعملة إليك بقوة خلال هذا النهار بالنشاط بالحركة بالاتصالات بالحوارات عندك طاقة كبيرة موجودة ولكن حاول أنك ما تدخل بشؤون غيرك الأجواء راح تدعمك بشكل قوي لغاية ساعات العصر من ساعات العصر تقريباً بتتحول الأمور وتشعر كأنك أنت دخلت بصدمة أو بشيء معين هيك بشعرك بنوع من الخربطة فحاول أنك تضبط عصابك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على الأمور المالية بتظل الأجواء طاغطة شوي بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو القلق المالي أو بتحاول تجد حلول لبعض المسائل المالية حاول أنك ترتبها بشكل جيد وحاول أنك تضبط عصابك ممكن في ساعات المساء يعني تلوح بعض الفرص لدعم مالي أو تحصل على بعض المكاسب المالية اللي هي من ساعة العصر للمساء يعني تقريبا الأجواء بتصير إجابية أكثر ولكن حافظ على أموالك من المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على التنقلات والحوارات والاتصالات والامتحانات الأجواء جيدة وعندك قدرة على النقاش والحوار ولكن دك تضبط عصابك أثناء التعامل مع اللي حواليك ما تحاول تتدخل في شؤونهم وخلي كلامك واضح وما تكون جارح ولاذع وما تعتمد كثير على الحضوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتركز على البيت بتركز على العائلة ممكن يكون فيه اهتمام أو قلق بصحة أحد الأفراد العائلة ممكن تنشغل بانشغلات منزلية أو بيتية أو تتراكم عندك بعض الأعمال بتهدأ الوتيرة أو بتهدأ الأمور في ساعات العصر تقريبا ممكن تستقر الأجواء هاي أو ضغوط رتبها ما تبعد عن التزاماتك البيتية ممكن إنشغلاتك هاي بعدها تكون أنت بحاجة لبعض الراحة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيدة جدا وابتدعمك بقوة فاليوم برضو مناسب للتقارب أو التقرب من الأحبة أو تعزيز العلاقة مع الأحبة بشكل كبير وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بصحة أحد الأحبة أو ممكن يهتم بالتقرب من الحبيب بشكل أكبر الأجواء إيجابية وابتدعمك بقوة ولكن ما ما بشوفها مناسبة للمغامرات العاطفية اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل في بعض الضغط أو تراكم الأعمال أو ظهور بعض الأعمال المربكة أو اللي بتطلب منك أنك أنت شوي تشحن حالك بطاقة إيجابية أكثر وتنسق أعمالك بشكل جيد خلي علاقتك ما بينك وبين الزملاء جيدة ممكن شوي في ساعات العصر تنجز بعض الملفات اللي كان صعب أنك تنجزها خلال اليوم أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراكة في بعض المفاجآت أو بعض الأمور اللي ممكن تكون مربكة أو اللي تسبب لك هيك نوع من أنواع الخربطة فحاول قدر الإمكان أنك تضبط عصابك ما في داعي للحوارات أو نقاشات الحدي الموضوع مش بمين بيفرض رأيه أو بيفرض وجهة نظره على الشريك فعشان هيك يحاولوا خلوا نقاشاتك وحواراتك ووديه ممكن تصلوا لبعض الحلول أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالمسائل المالية الأجواء ضاغطة ماليا خصوصا على مستوى الأموال المشتركة فممكن تتعرض لبعض المحاسبة أو المسائلة وممكن شوي تصحى من صدمة ضياع بعض الأموال فدير بالك على أموالك من الصرقة أو الضياع أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا القمر موجود فبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات اللي بعيدة كنوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لانفراج مسألة ضاغطة فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات لكن حاذر المتاعب واللعكات الصحية من ساعات العصر بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية الفترة هاي مناسبة للي بيبحث عن عمل أهم شيء أنك تتجنب الخلافات وسعى لتلطيف الأجواء أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتركز على العلاقات الاجتماعية فاليوم اجتماعي بشكل جيد فرح تنشط بين الأصدقاء والمعارف ما بين الاتصالات والحوارات ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء الأجواء إيجابية فحاول أنك أنت تستثمرها أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ضاغطة بتطلب منك الاهتمام بعملك بصحتك حاول تأخذ قصد كافي من الراحة وبرضو في نفس اللحظة بدك تنسق ما بين واجباتك وغذائك وأدويتك بشكل كبير وممكن برضو تحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة برج القوس طبعا اليوم هو شبيه إلى يوم أمس من ناحية أنه أنت كل أفكارك بتنصب على التفكير المالي أو المادي أو المنصب أو التواصل بشكل أكبر اليوم مع ساعة المساء الأجواء بتتغير بتصير خصوصا من ساعات العصر بتتجد أنه صار في طاقة وفي رغبة بالاتصالات والتواصل بنشاط عالي جدا بصير عندك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فمنشوف الأجواء هنا بتركز على مسائل لها علاقة بالمال فزي ما حكينا أنه رح تظل في عندك بعض الاهتمامات إما بمصاريف أو دفعات أو التزامات العمر بتطلب منك شوي أنك تكون حذر ودقيق في مصاريفك ما تبالغ ما تجازف على أساس أنه الأمور تمشي معك بشكل جيد ممكن يحمل لك اليوم هذا بعض المكاسب أو بعض الحلول المالية عما بالنسبة للبيت الثالث فبدك تنتبه أثناء تحركاتك أثناء اتصالاتك حاول أنك ما تعصب وحاول أنك ما تندفع وما تتهور إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحضوظ نهائيا ممكن اليوم برضو يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة فممكن تنجز بعض الأمور بشكل جيد وممكن تهتم ببعض المسائل البيتية أو العائلية أو العقارية أو تهتم في أمور مشتريات أو تصليحات أو ترميمات أو مناسبة عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء تقريبا روتينية ممكن تعملك بعض التقارب مع بعض الأحبة ولكن الأجواء مش بالشكل اللي أنت بدك إياه ممكن تكون على شكل اتصالات حاول أنك ما تفرض رأيك أو سلطتك على الأحبة في خلال الفترة هاي ما تدخل بخلافات ولا بنقاشات ولا بجدلات مع الأحبة تعامل بطريقة ودية في ساعات العصر الأجواء بتصير إيجابية وبتصير دعملة إليك بشكل أقوى أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى أمور العمل بتحملك هاي الفترة بعض المفاجئات إما أعمال مفاجئة أو توتر في عمل معين أو بتحاول تعالج بعض الأخطاء في عمل معين ممكن يصير فيه ضغط عليك بكمية العمل بشكل أكبر حاول أنك تنجزها صحيح أنه إنجازها بسبب لك أشياء إيجابية وفي منك رح يهتم ببعض الأمور الصحية اللي بتتعلق فيه أو بصحة أحد الأحبة أكثر أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتركز على الشراكة الأجواء ضاغطة بتسبب لك سوء تفاهم أو ضغط معين أو تقلب بالمزاج أثناء تعامل ما بينك وبين الشريك عشان هيك منقول لك مطلوب أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية ما تسمح للخليفات إنها تتفاقم أو سوء تفاهم وما في داعي لفرض الرأي أو العصبية في ساعة المساء الأجواء ممكن تنعكس ويصير فيه نوع من أنواع الوفاق أو تتراجع عن قرارات سابقة أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا اليوم ممكن تنهمك في ضبط جؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض سارع لتصحيح الأخطاء واستعادة ثقة الآخرين لا تسمح للخلافات بالتأزم لا سيما مع الأحبة ناقش وفاوض وما تتهرب من مواجهة الأمر الواقع عبر عن رأيك بهدوء وما تستفز أحد من ساعات العصر بتنشط في أمور إلها علاقة بالسفر لأن القمر رح ينتقل وصير في بيتك التاسع الأجواء بتصير إيجابية والطاقة بترتفع عندك بشكل أكبر وبتعمل قدرة على إنجاز كثير من الأمور فعشان هيك ممكن تنشط في أمور إلها علاقة بالسفر أو اتصال بعيد أهم إش أنك تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قياة السيارة بين المدن إذا عندكم امتحان أو مقابلة خلال هذا اليوم ما تعتمد كثير على الحظ حاولوا أنك تدرسوا وتستعدوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالسمعة والعمل فاليوم مناسب لتقديم طلبات عمل أو لفرصة عمل أو مناقشة برضو لتدعيم علاقتكم مع رؤسائكم أو زملائكم بالعمل في منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالسمعة حاولوا أنكم ما تعصبوا وما تشوهوا سمعتكم بأي تصرف أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا ضاغطة على مستوى العلاقات الاجتماعية فبسبب إما مشكلة كانت في الأيام الماضية وما زالت مستمرة مع أحد الأصدقاء أو أحد المعارف ممكن اليوم برضو تحمل لك زي فتح موضوع أو نقاش أو حوار بتعلق بأحد الأصدقاء أو حد المعارف أو خلاف أو مشكلة معينة بتحاول تناقش فيها حاول أنك أنت تكون محور سلام اللي تهديئت الأجواء مع ساعات العصر الأجواء بتصير إيجابية وممكن أنه تصلوا لحلول لهذه المشكلة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا جيدة وإيجابية يعني بتدعمك بشكل قوي وممكن اليوم تهتم بصحتك أو بتغذيتك أو ببعض الأمور العلاجية أو الاستشفائية اللي بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة أهميش أنك ما ترهق حالك وبرضو حاول أنك تنجز كل أعمالك وما تخليها تتراكم عليك برج الجدي طبعا القمر رح يظل موجود مقابلكم أغلب من الآن وأغلب النهار يعني لغاية ساعات العصر فبتحس أنه طاقتك لسه ضعيفة ما عندك الطاقة الكبيرة شوي متقلب بالمزاج عندك حدية بالطباع بتلاقي أنه الأمور بتتعطل ما بتمشي كلها بسهولة صحيح أنه الأجواء جيدة على مستوى الشراكة ولكن طاقتك بتكون ضعيفة بالفترة هاي بالنسبة للبيت الثاني الأجواء على مستوى الأمور المالية بتحمل بعض الالتزامات أو بعض المصاريف ممكن بعضكم زي اللي بتفشش أنه بدي يصرف فلوس بس عشان يخفف عن حاله رغبة بتغيير الجو فحاولوا أنك تحافظوا على أموالك من السرقة أو الضياع أو المصاريف لزيادة بالنسبة للبيت الثالث الأجواء تقريبا جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات عندك قدرة على الإقناع والنقاش ولكن في لحظات بتقلب المزاج عندك ممكن تكون عصبي أو حد الطباع واضبط عصابك قدر الإمكان حاول أنك ما تدخل في شؤون غيرك وما تعصب وما تفقد السيطرة على حالك إذا كان عندك امتحان أو مقابلة اليوم هذا مناسب ولكن احذر في فترة خلو المسار أنك بدك تكون ما تعتمد على الحضوض بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ما زالت الأمور فيها نوع من أنواع التوتر أو الضغط أو ممكن هيك حاسبة بضيقة أو أنه أنت حاب تغير الجو الأجواء شوي مع ساعات العصر بتبلش تتغير بشكل إيجابي وبتصير لمصلحتك ممكن تجد حلول لبعض المسائل اللي كانت ضاغطة عليك بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا تحمل مفاجآت اليوم أثناء تعاملك مع الأحبة أما إيجابي أو سلبي على حسب علاقتكم ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي للتهور ولا القرارات الصارمة وفي نفس اللحظة ما تحاول تفرض وجهة نظرك على الحبيب بالفترة هاي على أساس أنه الأمور ما تصل لطريق منغلق فضبط الأعصاب مطلوب قدر الإمكان ممكن اليوم يحمل لك قلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على العمل في ضغط عندك على العمل أو ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو ما تقدر تنجز أعمالك بالكامل وبرضو بتحمل زي علامة استفهام على الوضع الصحي فحاول تراقب وضعك الصحي بشكل جيد بالنسبة للبيت السابع طبعا القمر موجود فيه فبينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفي فترة متوترة وممكن هاي الفترة تتورط في أزم ما إذا ما ركزت بشكل جيد ممكن تضطر للإبطاء بمسار أحد الأمور أو الخطوات باتجاه معين أو تغيير نمط معين أنا بشوف أنه ما في مانع من هاي الأمور إذا كانت لمصلحتك ممكن يعني الفترة هاي أنك توجه انتقاد لأحد الأشخاص فيعمل خلاف أو نقاش فلا توجه انتقاد لأي شخص في ساعات العصر القمر رح ينتقل ويصير في البيت الثامن بتحرك من مقابلتك فعشان هيك بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة وبصير في فرص لبعض المسائل المالية إنجز الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بالأمور الثانوية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتصير إيجابية أكثر اليوم عندك قدرة على الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأشخاص إما على سفر أو موضوع سفر معين أو امتحانات أو مناقشات أو حوارات الأجواء تقريبا إيجابية وبتدعمك بقوة حاول إنك تستثمرها لإنجاز كل الأمور اللي بتتعلق في البيت التاسع لأنها يعني لمصلحتك أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة نقول لك اليوم لا تجازف وما تغامر وما تدخل بأشياء مشبوهة حاول تضبط عصابك قدر الإمكان حاول إنك ما تدخل بأي خلاف أو نقاش ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل ضبط الأعصاب مطلوب وبرضو يحاول إنك تحد من الأمور اللي ممكن تسبب لك أي خلاف على مستوى العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على المستوى الاجتماعي فممكن تحمل لك لقاء أو تواصل جيد ما بينك وبين أحد الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء أصدقاء معينين أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء بما أن القمر بضعف من طاقتك فمن قل لك بيت المتاعب بيحذر من أمور صحية أو تقلبات صحية إلك أو لأحد الأحبة وبرضو الأجواء بتركز على إهمال بعض الأعمال أو عدم القدرة على إنجاز بعض الأعمال فهذا الإشي بأثر عليك بشكل سلبي حاول تنجز أعمالك وما تخليها تتراكم برج الدلو طبعا بما أن القمر موجود في البيت السادس وأنت برضو بوضع ضغط الكواكب بهاية كلها اللي عملي زوايا تربيع أو زوايا اقتران فهذا الإشي بوترك شوي طاقتك اليوم بتكون ضعيفة حاول أنك تراقب أمورك الصحية حاول أنك ما تهم العملك برضو بدك تركز على أعمالك إشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان ما في داعي للعصبية وللإنفعال أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على المسائل المالية فبتحمل لك بعض الفرص المالية أو المكاسب المالية حاول ما تضيعها وحاول تستثمرها بشكل جيد الأجواء دعميتك بشكل قوي ولكن حاول أنك تقلل من مصاريفك يعني ممكن اليوم ترتب أمور مالية أو دعم مالي معين أو تجدول بعض الديون أو الالتزامات اللي عليك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ضاغطة على مستوى النقاش والحوار نجد أنه في بعض العصبية أو تقلب بالمزاج عندك سيطر عليه قدر الإمكان ننتبه أثناء القيادة أثناء الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات تدير بالك على أجهزتك على تليفوناتك على جوالك على أمور الكمبيوتر مثلا سيارتك من بعض الأعطال الأمور بدها نوع من أنواع التركيز لا تبالغ بالحضوظ الفترة هاي مش مناسبة لإلك إذا عندك امتحان بدك تدرسه تستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فبيحمل لك مفاجآت على مستوى البيت فممكن تكون في بعض المفاجآت العائلية أو مناسبات معينة أو أحداث أو أعطال أو التزمات عائلية بتيجي بشكل مفاجئ حاول قدر الإمكان أنك ما تهمل أعمالك المنزلية والعائلية ككل أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي مشحونة فبتحمل نوع من أنواع التوتر أو القلق أثناء التعامل مع الأحبة حاول قدر الإمكان أنك ما تكون حاد الطباع وتحاول تفرض رأيك على الأحبة حاول أنك تكون مرن وهادئ في منك رح يهتم بصحة أحد الأحبة أو بحدث معين بتعلق في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس طبعا اليوم بما أن القمر موجود لغاية ساعات العصر فبيتراكم العمل عندكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم حاولوا ما تدخلوا في مواجهة مع زميل بتكثر اللقاءات والاجتماعات ممكن تحضر لورشة عمل أو تهتم بوضع صحي بتكثر عندك المسؤوليات والالتزامات على أنواعها كن حريص على عملك وباكر إليه من ساعة العصر القمر رح ينتقل وصير مقابلك تماما فترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم خصوصا شركاء المال شركاء العاطفة حاذر من الخلافات وما تضخم الأمور لأن طاقتك بتكون ضعيفة لما بكون القمر مقابلك فبدك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى مسائل إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تجد بعض الحلول للأمور المالية أو تحلها أو تحصل على دعم أو قرض أو مور من تأمين أو تهتم ببعض المؤسسات المالية لطلب مساعدات وفي منكو ممكن أنه يكون عنده مشروع بده يوقع على أوراقه أو بدرس فيه فيحاول أنه يراجع البنود بشكل جيد وما يغامر وما يتهور أما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت التاسع هنا ضاغط فعشان هيك اللي عنده امتحان أو مقابل أو مناقش اليوم ما يعتمد على الحظ بده يدرس ويستعد بشكل جيد وفي نفس اللحظة اللي عنده سفر بده يتفقد أمتعته أو أوراقه وإذا على شوارع مفتوحة بده يحذر أثناء التنقلات من بعض الأعطال حاول قدر الإمكان أنك أنت ما تعتمد على الحظ نهائيا أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة وبتدعمك بقوة بتعزز من قدرتك على التواصل والتفاهم مع زملائك أو رؤسائك بالعمل ممكن اليوم يكون مناسب لتقديم طلبات العمل أو لمقابلات أو مناقشات حاول أنك تستثمرها بشكل إيجابي لتحسين سمعتك أو لرفع من قدرك خصوصا في مكان العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء ضاغطة على مستوى العلاقات الاجتماعية فهو ممكن تتهرب من بعض اللقاءات أو حتى أنه تنزعج من أحد الأشخاص حاول أنك تضبط عصابك ممكن يكون فيه لقاء أو دعوة أو لمة أو مناسبة معينة ولكن أنت ما عندك الطاقة أو الحيوية الكاملة لهاي الأمور أما بالنسبة لبيتك 12 طبعا بيت المتاعب الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة فعشان هيك يعني بتخفف على بعض موليد برج الدلو من ناحية الصحية وبرضو في نفس اللحظة ممكن تحمل قرق على صحة أحد الأحبة أو إنها تكون لها علاقة بتراكم بعض الأعمال حاول أنك ما تهمل غذائك ولا راحتك ولا أدويتك بالفترة هاي الأجواء مش كثير ضاغطة عليك برج الحوت طبعا الأجواء إيجابية اليوم نفسيا أنت أحسن من الأيام اللي مضت الطاقة تقريبا بلشت تتعزز أكثر وأكثر عندك فعشان هيك في حيوية عندك وعندك زي الحظ بدعمك في بعض المسائل حاول تستثمر هاي النقاط بقوة بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالمال فممكن يتراكم عندك بعض الأموال أو إنه بعض المصاريف أو قلق على وضع مالي معين ما زالت الأجواء مربكة ممكن من ساعات العصر تبدأ بالانفراج أو تجد بعض الحلول لهاي الأزمة أو أنك أنت تحاول أنك تحلها بطريقة معينة أو أنه أنت ترتبها بطريقة جيدة أو تجد حلول لا إلها أهم شيء التقليل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا جيدة جدا على مستوى الحوار والنقاش وعلى مستوى الدراسة والامتحانات على مستوى كل الأمور الجيدة اللي إلها علاقة بالحيوية وممكن اليوم يصير فيه إشي مفاجئ لو علاقة بهاي الأمور اللي إحنا ذكرناها فبدك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة وإذا عندك امتحان حاول أنك تدرسه تستعد وممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء بتركز على مسائل إلها علاقة بالبيت ما زالت الأجواء ضاغطة ومسببت لك نوع من أنواع التوتر ولكن مع ساعات العصر بتبدأ الحلول تظهر على الساحة وممكن تجد حل أو يطمئن بالك من بعض المسائل حاول قدر الإمكان إنك ما تتقاعس من التقرب لأفراد العائلي أو أداء وجبك العائلي وإن شاء الله الأمور مع ساعات العصر بتكون لها حلول أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا القمر موجود في البيت الخامس فعشان هيك بتضل الأمور أو بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم حاول تفهم وجهة نظرهم ما تبالغوا في طلباتكم منهم منهم ممكن تحتفل بإنجاز أو انتصار وتنمو بعض العلاقات وتزدهر فترة مثمرة وكثيرة الإنشغالات والتحركات لكنها فترة حض ونجاح وتقدم في ساعات العصر القمر رح ينتقل للبيت السادس فعشان هيك بتكن تنتبه لصحتكم أكثر ما ترهق حالك وما تتعب حالك بالفترة هاي راقب غذائك وصحتك بشكل جيد ممكن يتراكم فيها العمل برضو أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم خلال منت ساعات العصر وما بعد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي جيدة وهي بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الشريك وممكن تجدوا بعض الحلول أو تحلوا بعض المسائل اللي كان صعب إنها تنحل بالفترة الماضية وفي منك ورح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بمصالحة أو بمؤازرة الشريك شريك المال أو العاطفة أو ما بينك وبين الزوج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على مسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة ما زالت ضاغطة وبتسبب لك نوع من أنواع الإرباك احاول قدر الإمكان إنك ما تبالغ بالعصبية والإنفعال من ساعات العصر ممكن تجد الحلول أو تظهر بعض الحلول لهذه المسائل أهم إيش إنك تنتبه على أموالك من السرقة أو الضيع أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا نشطة جدا وبتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بالمسائل اللي إلها علاقة بالدراسة الجامعية أو امتحانات جامعية أو سفر فالأجواء كلها إيجابية وبتدعمك بقوة حاول أنك ترتبها بشكل إيجابي وتستغلها عشان تكون لمصلحتك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة ضاغطة فعشان هيك أي خلل ممكن يشوه السمعة حاول أنك أنت تضبط أعصابك ما تخالف القوانين وما تجازف وما تغامر وحاول أنك قدر الإمكان تخلي علاقتك مع المسؤولين جيدة ممكن أنه من ساعات العصر تجد بعض الحلول أو بعض المؤذرة من بعض الشخصيات أنهم يساعدوك في حل أمر ما أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالعلاقات الاجتماعية فممكن اليوم يتحالفوا الأصدقاء أو المعارف حواليك أو يقازرواك أو يدعموك في مسألة معينة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلي أو مناسبة أو تساعد بلقاء الأصدقاء اليوم في بعض الأصدقاء ممكن يساعدوك عشان هيك يستغل علاقاتك ومعارفك لحل بعض المسائل أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ما زالت ضاغطة فعشان هيك يبدأك تكون منتبه لصحتك لغذائك لراحتك احذر من بعض الأشخاص اللي بتآمروا عليك بالخفاء صحيح أنه الآن الشمس حركات الزهرة موجودة لسه ما زالت إلا أنه الأمور بدها نوع من أنواع الحيطة ما فيها الخطر الكبير ولكن هي فترة مربكة أكثر من إنها فيها فيها مخاطر أهم شي تنتبه لغذائك وراحتك وصحتك وممكن تقلق على صحة أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر